طيب هنروح لكرة السلة يمكن زينا لحضراتكم منذ يومين كان مباراة يوم الجمع الفات مباراة الأهلي ومصر التأمين الفريق توصف حدي خلاص مركز بكرة ان شاء الله في مباراة القمة مع الزمالك طبعا حضراتكم عارفين انه بكرة المباراة وده انفراد لينا بكرة ان شاء الله المباراة تبقى الساعة 9 وربع مش 8 مباراة الاهلي والزمالك في كرة السلة دور السوبر رجال هتبقى على صورة الأمير عبدالله الفصل الساعة 9 وربع المباراة الجيت من 8 إلى 9 أوروبا عشان أمور البس والإزاعة وطبعا زي ما حداتكم عارفين أنا بقول برضو وضع الفرقة ما تفتكرونش أنا بقول كلام عشان نقول لا أنا بقول وضع الفرقة الفرقة فيها إصابات عندنا ثلاث إصابات أربع إصابات مؤثرين عندنا أحمد حمدي في أمريكا عشان عنده ظروف أسرية بتمنعه أن يكون مع الفرقة عندنا مروان سرحان كسر في الصباع عندنا أمين نجم الفريق عملية الزايدة عندنا أبو الناصر للتهاي في وطر الأكيلس عندنا أربع إصابات مؤثرة جدا يمكن منهم إصابتين جايين في المركز اللي احنا أصلا بنعاني منه مركز أربعة احنا قبل السنة لو حدتكم تفتكروا جمهور النادي أهلي طالب بدعم هذا المركز بأنه سنتين مش السنة دي كمان ده السنة اللي فات وأبو ناءنا عليه ده تم دعم الفريق بأحمد حمدي كان راجع من الدورة الجورجي السنة اللي فاتت برضو لقينا أن أحمد حمدي مش كفاية عايزين كمان دعم اتعاقدنا مع ماروان سرحان للأسف الإصابة جات في الاتنين لعيبة لجوم دعم سنتين وراء بعد جاي أو جاية الغيابات جاي في المركز ده احنا بنعاني في المركز ده ولكن السكواد اللي عندنا واللي عمله النادي الأهلي يعني قدر يعني يمتص صدمة الغيابات دي الغيابات دي بدليل نحنا الحمد لله تاني الترتيب كنا أول ترتيب لغاية مباراة مصر للتأمين إن شاء الله ماتش الزمالك طي الزمالك ترتيب حيث في الدورة الزمالكي يجي في آخر ترتيب الدورة تلت مباراة تلت هزائب أنه هو ترتيب ثامن النادي الأهلي ترتيبه الثاني إن شاء الله مباراة بكرة يا رب بإذن الله الفوز النادي الأهلي نرجع لإستردى تاني الصدارة إن شاء الله ونرجع لما كانت الطبيعي وبفكركم دايما السنة دي خدنا ثلاث بطولات بداية ببطولة القاهرة مرورا ببطولة العرب وصولا إلى دورة مرتبط ثلاث بطولات من ثلاثة إن شاء الله عندنا السوبر مشوار طويل السوبر محتاج نفس طويل محتاج سكواد محتاج تحافظ عصباتك محتاج جهاز طبي واعي محتاج روتيشن عالي كل الكلام ده أكيد في ذهن ومخيلة الجهاز الفن بقيدة مستر أجوستي بوش